السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة مقطع جديد مع Battlefield 5 طبعا بهذا المقطع راح اشرح لكم شو الجديد اللي نزل بتحديث 6.2 اليوم الخميس وشو اكتر شي تأثر على الاسلحة وشو الجديد اللي نزل بهذا التحديث اول شي لو مش تشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم تشتركوا بالقناة هلأ وتساووا لايك ودعم يا شباب طبعا هذا المقطع سفونسرد عن طريق برنامج EA Game Changers ومنبلش معانكم بأهم النقطة اللي صارت أول شي فيه تعديل كبير حصل على الأسلحة والبالانس تبعية الأسلحة والثاني نقطة صار فيه Customization للتانك فيكم تساووا للتانك هلا بشكل عام اللي صار انه رجعوا أغلبية الأسلحة الدمج تبعيتها مثل ما كانت بيه اللي هو 5.0 update 5 ومن أهم هاي التعديلات منبلش أول شي بالجنرال اللي صارت أول شي الدمج تبع البازوكا خففوا هو والبانزرفوست يعني هلا لو انت عم تضرب بزاوية ضعيفة للتانك حيكون الدمج أقل وطبعا للبازوكا صار الدمج تبعية الطيارة انه بطلقة واحدة بتروح تموت الطيارة أو بتفجر في الطيارة وكمان في عنا اللانش مينز حاليا صار يعطي الدمج المزبوط أو الصحيح الرقم الصحيح وقت تستعمله على التانك مش متل ما كان قبل وكمان كان في شي صار وقت انت تضرب بالتانك باللانش مينز يفجر أول مرة في التانك وبعدين يفجر مرة تانية هذا الخطأ عدلوا عليه وكمان حاليا اللانش مينز صار بساوي للستشنري ويبنز يعني للرشاشات اللي بتكون موجودة على الخريطة أو لمضاد الطيران صار يعطيها الدمج كامل ويفجرها ومن التعديلات وقاثف اللهب حاليا وتتساوي له ريلود محا يطلع منه نار أو متل ما كان يصير قبل هذا التحديث وكمان في عنا الانتي تانك جرانيت اللي هي قنبلة تبع التانك وهذا انت كنت ترميها شخص ما كان يقدر يحمله ويرجع يرميها هلا هي عدلوا عليها وصاروا بيقدروا هنا يرموها مرة تانية عليك أو يردوا لك ياها ومن بعض التعديلات المهمة على الروكيت ال V1 أو K147 أو KI147 في أحيانا وقت حدا يضرب الصواريخ دلون ما كان يطلع لهم صوت بس حاليا عدلوا عليها بحيث انه كلما يضرب V1 بيطلع له صوت وتستطيع تسمعه حتى تهرب منه أما التعديلات اللي حصلت على الخرائط طبعا خريطة جزر سليمان أو سولومون آيلاند هاي اكتر خريطة صار عليها تعديل بحيث انه اول شي شالوا السبلاي ستيشن اللي بتاخد منه الاموي اللي هي موجودة في الجبل تاني شي كان فيه مثل انفيزيبل وول أو شي داخل الخريطة عند الشاطئ وتلعب بريك ثرو كمان هاي شالوها وكمان كان فيه بموقع الطيارة المحطمة كان فيه اشو أو خلل انه اللاعب كان يعلق جوا كمان هاي شالوها وعدلوا عليها وكمان كان فيه مكان بالجبل كان اللاعب يقدر يتخبى فيه بقلب الجبل يعني ويقتلك من دون ما تشوفه كمان هذا عدلوها وكمان على الخريطة نفسه عدلوا على مواقع كانوا اللاعبين يصلوا له وهنين مش لازم يصلوا لها كمان هاي عدلوا عليها وكمان فيه الاتي كانونز او المدافع تصير ديسترويد او تتدمر كان يترجع يصير لها رسبون بطريقة خاطئة هلأ شالوا هاي الخاصية وصار بتقدر انت تساوي لها ريبلد عشان تستعملها مرة ثانية وطبعا عدلوا على المواقع السبون في علم السي عدلوا عليها حاليا صارت احسن اما بخريطة ايوجيما هو تعديل بسيط عدلوا على حسنوا على بشكل عام تبعية الخريطة وخريطة البسيفيك ستورم قللوا سطوع ضوء او الشمس وانت تكون بالبنكرز بها الزوايا هدلون بقى صارت حاليا وتطلع برا البنكر ما تضرب الشمس مثل ما كانت قبل عدلوا على هذه الخاصية اما بخريطة الويك ايلاند كان فيه تعديلات كثير عليها خاصة بطور الاختراق عدلوا على مواقع الاتي توريتس بالسكتر الثاني حتى يستعملوهم العالم اكتر وعدلوا على موقع الاي اي اللي هو موجود بالسكتر الرابع كمان هذا عدلوا عليه وغيروا مكانه وطبعا غيروا مواقع التصليح التانكات الستشنري تبع التانكات كمان هي يغيروا مواقعها في الويك ايلاند وطبعا كمان شي منيح بهذه الويك ايلاند انه كل فريق بيكون عنده لميت للطيارات انه يكون بس فيه طيارتين موجودين في الجو لكل فريق طبعا فيه شي جديد ساو بخريطة الويك ايلاند بيحذروا اللاعبين انه يكونوا بيكارفول يعني انه ينتبهوا والتي يكونوا بالمنطقة اللي فيها الفيول تانك او مخزان الفيول الموجود على الخريطة لانه طبعا انا شفت مقاطع او هي هي هاي حيكون مثل استرعيق صغيرة انه بيكون فيه انفجار كبير حتى اكبر من الفي وان فيكو نجربوه بنزلكم مقطع جديد ان شاء الله على هذه الشغلة وطبعا تعديلات مصيطة على الاردروم بحيث انه عدلوا على الدخان او قنابل الدخان الفيول تبعيته وتكونوا بالهنجرز يعني والديفستيشن كمان عدلوا على بعض المناطق وين كانوا انه كان فيه مكان مناطق اللاعبين كانوا بيعلقوا فيها كمان هي عدلوا عليها واهم شيء خريطة حمادة محل ما كانوا الطيارات بيطلعوا بيقلعوا من الارض هلأ معت تقدر تساوي عليهم اي افكت او دامج لحتى يطلعوا لفوق الارض او لحتى يطيروا يعني حيكونوا بس انه تقدر تشوفوا انه يطيروا بس انه ما حد تقدر تساوي لهم دامج او اي شيء هي كمان خاصية كتير حلوة ساووها انه ما تقدر تساوي لهم دامج لحتى يصيروا بالجو وطبعا فيه تعديلات كثيرة موجودة حطوها على هذا الابديت اللي هو الستة فاصلة اثنين على الأصوات والفيجول تبعية اللعبة بترك لكم الرابط في التصوات عشان تشوفوا شو الاشياء اللي تغيرت باللعبة مشا ما اطول عليكم المقطع وطبعا اخر شيء في عنا تعديلات على البرفورمانس تبعية اللعبة بحيث انه اللغة الروسية كمان هي عدلوا عليها لانه كان فيه خطأ بصير قد حدا يكون حاطة للغة الروسية وفيه كمان تعديل ثاني اللي هو لو حدا ملعب لمدة اكتر من خمس ساعات كان يطلع له خطأ كمان هي عدلوا عليها وفي منصة البلايستيشن كان فيه بق يطلع او خطأ يطلع على بعض اللعبين بحيث انه يطلع له مربعات كمان هي عدلوا عليها طبعا هذا بيكون نهاية الابديت وفيه تعديل كثير على التانك حصل بس انا ما حطت لكم لانه يعني فيه شغلات كثيرة موجودة بتقدروا تشوفوها من الرابط موجود فيه الدسكريبشن ولو عندكم اي استفسارات اي شيء لو بتكون اي مقطع تاني خبروني حطوا ليها بالتعليقات او تواصلوا معي عن طريق التويتر بكون دائما موجود ان شاء الله بردة عليكم وهيك نكون وصلنا لاخر المقطع لا تنسوا الاشتراك يا شباب ولو مش مشتركين والدعم والمشاركة وان شاء الله بنشوفكم بمقطع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا